السلام عليكم النهاردة اليوم اللي 24 في رمضان ناقص لك 6 ايام او 5 ايام تحديدا والرمضان يخلص في حاجة لاحظتها ان في ناس بيتساءلوا في الفترة اللي فات دي يقولك انا من اول من رمضان وما كانش عند الهمة ان انا اقرب من ربنا كفاية فاكيد ربنا مش هتقبل مني فانت جبت التأكيد لنفسك ده منين ده اللي عايز اسأله جبت التأكيد لنفسك ده منين وفي حاجة تانية مهمة تاخدها في عين الاعتبار ان انت مجرد ان انت تفكر في الاله نفسه تفكر في ربنا نفسه تروح للمسجد تصلي وتعبد ربنا دفحت ذاته نعمة من ربنا هم اديها لك لان في ناس كتير ما عندهمش النعمة دي اصلا مش داخلة اصلا في ادراكهم فمجرد ان الموضوضة داخل في ادراكك فانت ماينفعش تقول ربنا مش هتقبل مني لو تفتكروا القاتل النفس اللي قتل 99 نفس وراح لشخص عابد قالوا انا قتلت 99 نفس هل ليه من توبة قالوا لا ملكش من توبة راح قتل وقفل بي المية بعد كده سمع ان في عالم راح سأل العالم قالوا انا قتلت 100 نفس هل ليه من توبة فقالوا ليك من توبة بس لازم تغير الارض اللي انت فيها البيئة الفاسدة اللي انت فيها فربنا سبحانه وتعالى هو اللي في اديه الخير ليك وافتكر الكلمة دي كويس قوي وافتكرها وخليها زي بقوله حلقة في ودانك ان مجرد ربنا الهمك ان انت تدعي دفحت ذاته نعمة من ربنا استفيد بيها وخدها وعمل عليها الايام اللي جاية وليلة مش كتيرة تفتكروا اول يوم بدأنا في رمضان كنا بنقول رمضان نهاردة اول يوم دلوقتي خلاص رمضان بيخلص بس الفكرة برضو مش في رمضان يخلص وخلاص حياتنا هتنتهي بالعكس ده هتكون بداية لحياة جديدة لنا كلنا فما تقولش ان ربنا مش هتقبل مني بالعكس ربنا هتقبل منك قرب من ربنا وافتكر ربنا سبحانه وتعالى قالك واذا سألك عني عبادي فاني خريب وجيبوا دعوة تدعي اذا دعان شوف اذا دعان دي اللي هو انت تدعي ربنا ودعي ربنا وانت عندك يقين ان ربنا هيغفل لك زنبك هيحقق لك امنيتك ما تيقسش وما تقولش ربنا مش تتقبل مني لان ربنا ارحم بيك من امك ده في الحديث عن نصول صلى الله عليه وسلم لما قالك الام اللي تبقى عندها الوليد المولود قد ايه تبقى رحيم عليه وليد مولود ما عندوش اي حولة ولا خوة ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ارحم من الام على مولودها الليسه مولود قرب من ربنا وما تضيعش الايام اللي جاي منك وافتكر ان ربنا سبحانه وتعالى هو الغفار سلام